اشتركوا في القناة من جانبها كشفت وزارة الخارجية الروسية في بلاغ رسمية انه بمبادرة من الجانب المغربية جرت محادثة هاتفية بين لفاروف وبوريتا مشيرة الان الاتصال تمحور بشكل رئيسي حول الوضع في اوكرانيا ومحيطها واطلع لفاروف وبوريتا بالتفصيل على اهداف ومهام العملية العسكرية الخاصة بالمنطقة فضلا عن المفاوضات الروسية الاوكرانية لحل الازمة في اوكرانيا بالاضافة لذلك يضيف البلاغ تم التطرق الى تطوير العلاقات بين روسيا والمغرب وتسريع تنظيم اجتماعات لجنة التعاون الاقتصادي والعلمي بين البلدين في موسكو كما اشر البلاغ الى تحضيرات القمة الوزارية السادسة لمنتدى التعاون الروسي العربي في مراكوشا والذي سيتم الاتفاق على موع تنظيمه من قبل الاطراف المشاركة نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة